عقد مجلس وزراء جلسة بعد الظهر اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة العام 2024 كما بحث المجلس سلسلة اكتراحات والتوصيات التي كان نقشها دولة الرئيس مع الوزراء بحضور قائد الجيش ومدير الأمن العام والأمين العام للمجلس أعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توفر النصاب وتكرر استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة يوم غد الساعة 11.30 قبل الظهر وتكرر تكليف نائب رئيس مجلس وزراء إنشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة بمنود خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي موضوع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الإصلاحية التالية قانون الضريبة الموحدة على الدخل مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية إعادة هيكلة الكطاع العام المؤسسات العامة هيئة لتخطيط وتنصيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية إصلاح الجمارك ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على الكيمة المضافة الضريبة على السلع الفاخرة وفي ملف النزوح السوري أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات على النحو الآتي أولا الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كل ضمن اختصاصه الكيام بما يلي أولا الأجهزة الأمنية والعسكرية ألف التعاون والتنصيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة لسيما من كبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنصقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من كبل المهربين وفقا للأصول على أن يطرافق ما تقدم مع تغطية أعلامية واسعة با تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية جين منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم دال تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية هي التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس وزراء تاريخ 28-02-2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافا للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية ثانياً وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لسيماً لناحية تهريبهم ضمن نطاقها بإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم جين إزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية كهرباء ماء صرف صحي وإلى آخره الموجودة في أماكن إقامة النازحين كما وتشدد بتطبيق قانون السير دال التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن نطاق البلدي من كبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على أكفالها فوراً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص هي الطلب من الجمعيات كافة لاسيماً الأجنبية منها وجوب التنصيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة صحب العلم والخبر منها وذلك بناءً على تقارير ترفع لهذه الغاية من كبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيماً من كبل المديرية العامة للأمن العام ثلاثة مزارة العمل ألف التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العامة العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية للإجراء لاسيماً في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية بوقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيماً من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة جين إعداد التعديلات القانونية اللازمة وبالتنصيق مع المديرية العامة للأمن العام لرفع كيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة لعام 2024 الجاري بحثها أربعة وزارتات الصناعة والاقتصاد والتجارة ألف التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إكفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها خمسة وزارة العدل ألف الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة بالطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاقتزاز في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وإبعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة ستة وزارتها الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين بتكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لا سيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة سبعة وزارة الإعلام ألف اطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكل بأي حال من الأحوال تدبير عنصرية بحق الأشقاء السوريين ثانيا يطلب إلى كل من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تكييمها بشكل دوري من كبل مجلس وزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك ثالثا تعديل قرار مجلس وزراء رأم واحد تاريخ 13-6-2023 في شقه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كل من الأمين العام للمجلس أعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام بحيث تعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس وزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول جاري لإجراء المقتضى بشأنها رابعا التأكيد على قرارات مجلس وزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقرارات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة المهم أنه يتأخذوا هولي القرارات وبعدين بدون نحكى بموضوع العديد وبموضوع التمويل أكيد في مشكل كل كنت تعرفوا في مشكل عديد وفي مشكل تمويل مثلا لا يعني أنه ما لازم نأخذ إجراءات ونكون سهرانين على تنفيذ مية بالمية تفضل اعتبر الوزير عبدالله أبو حبيب أنه ما في لزوم يكون الوفد فطفات بيكون هو برئيسته بيكون عنده وفد تقني معه وهذا رأيه هو هاك بده يشتغل تفضلي نعم نعم طبعا 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 هلا اليوم طلع القرار يعني نحن فينا نبلش يعني أنا بالشيل بيتعلم بوزارتي بكرة لحبلش أني أخذ التفاصيل الوفد الوفد جاهز الوفد ما أنا قلت من فيه بالوفد الوفد فيه هو أكيد ما حطينا خمسة عشر يوم لهذا الموضوع تفضلي 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 نعم شو السؤال الحكومي كل حدا بياختصاص وعن من رئيس الحكومي ونزول أكيد يعني تفضل ليه. أكيد جد يعني ملاحي طلع قرار مجلس وزارة ما يكون جد حاطينه نائب رئيس مجلس وزارة هو اللي حيكون أكيد مع مساعدين له أنه يهتموا بها للجان. لا 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 هو رفض لأنه ملاحول عنده شروط بيتمنى كان وبيفضل أنه يكون هو الوفد منه وفد فتفاض في ثمين وزراء مثل ما كنا بالعكس بده يكون هو موجود ومعه الوفد تقني مظبوط 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 صحيح تقول لي بكرة اليوم طلع القرارات وهيدي قرارات أول مرة بتطلع بهايدي الجدية ولحنكون حريصين على تنفيذ أكيد أكيد وإلا وإلا الوضع كارثي وإلا الوضع كارثي وإلا الوضع كارثي أكيد البلديات البلديات إلى دور البلديات البلديات إلى الدور الأساسي بهذا الموضوع حطوا ببيلكن هيدي الشغلة الله يسمحون اشتركوا في القناة